الحقيقة ليس المرة الأولى القوات التركية تشتاح حدود العراق وتتجاوز على سيادة العراق بالطيران وحتى هناك صواريخ وهناك مدفعية قصفة أراضي عراقية وهناك جيش تقدم الحدود العراقية وهناك فرقة مدرعة هناك عناصر استطلاع عميق تعمل بأرض العراق هناك محطات مخابراتية زرعت بالداخل العراقي هناك عملية تجريف لبساتين عراقية وهناك تهجير أيضا لقرع عراقية ضمن الحدود العراقية التركية وهناك تواغل لقوات تركية بحدود العراق لذلك نقول حينما اكتشف قاطع الدفاع الجوي الشمالي طائرة مسيرة داخل كاركوك معنات الحدود من الحدود التركية إلى كاركوك أكثر من 300 كيلو متر كيف استطاعت هذه الطائرة الاستطلاعية المخصة للاستطلاع والتصوير أن تشتاح هذه المسافة من شمال العراق إلى محاوظة كاركوك وما هي الأهداف التي تم تصويرها ومراقبتها وأرسل إحداثياتها إلى الجيش التركي يعني لابد أن نعرف أن هناك ضمن هذه المسافة بين كاركوك وبين الحدود الشمالية بين تركيا هناك مسافة هناك قطاعات العسكرية وهناك أحداث حيوية وهناك قرى ومدنيين ربما تكون أهداف للجيش التركي لذلك نقول هذه الطائرة الاستطلاعية طائرة الاستطلاع والمراقبة التي استطلعت وصورت أهداف داخل عمق العراقي وأرسلت أحداث ياتها إلى الجيش التركي هذه ربما تكون ضمن الأهداف التي سقطت ضمن بنك الأهداف التركي وقد تكون عرضا لاستهداف الطيران أو ربما الصواريخ أو القصف المدفاق لذلك نقول على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات جدية بخصوص الخروقات التركية وهذه الخطوط جزء منها عسكري وجزء منها دبلماسي وجزء منها أيضا تتحمل الحكومة يجب أن تقوم به الحكومة العراقية لذلك أنا أقول يجب أن نتخذ خطوات حقيقية أولها إعلان النفير العام بالداخل العراقي ثم مسك الشريط الحدودي بين تبكية وبين العراق بقبضة من فولاد بقوات عراقية وطنية من كردستان العراق ومن حكومة المركز ثم الشروع بإخراج القوات التركية أن نجحت الجهود الدولماسية وانسحبت القوات التركية بدون القتال هذا يكون خيرا لنا ولتركيا لكن اضطرنا يجب أن تكون للقوات التركية بالعمق العراقي أرض السيطرة العسكرية العراقية والتعامل مع عسكرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر